بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج الأشبال ليوم 31 يناير بكرة إن شاء الله الأول من فبراير موعدنا في صفحة جديدة من كتاب التاريخ صفحة جديدة في تاريخ كبير للنادي الأهلي بكرة إن شاء الله في التاسع مساء كل جماهير الأهلي والكرة المصرية والأفريقية بل العالم كله هتتجه لملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة مباراة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية وإحنا بنتكلم بكرة عن مباراة الأهلي وأوكلاند بنقول الأهلي المصري علشان بكرة إن شاء الله عالم مصر هيرفرف في ملعب ابن بطوطة ودايماً الأهلي هو اللي بيشرف الكرة المصرية والكرة الأفريقية ودائماً هو أفضل سفير الأهلي سيشارك للمرة الثامنة في تاريخه ده التاريخ للي يعرف يعني إيه التاريخ هقول لك جملة تلخص الحكاية عايز تعرف حكاية الرياضة المصرية وتلخص حالها؟ الأهلي في كأس العالم للأندية وبس دي الكصة شوف الوضع هنا إزاي؟ وإيه الحال اللي وصلنا ليه؟ وشوف العالم كله بيقول إيه عن الأهلي شوف الشعب الجزائري الشقيق بيقول إيه؟ شوف كمان رئيس وفاق السطيف كابتن عبد الحكيم سرار وكلامه العظيم عن النادي الأهلي والصحف كمان الجزائرية شوف أشقانة في المغرب بيقولوا إيه؟ والاستقبال مبهر إزاي نائب رئيس الجامعة المغربية بيروح لطنجة مخصوص بالإنابة عن الكابتن والأستاذ فوزي لاججع رئيس الاتحاد المغربي ويستقبلك شوف كمان اتصال الكابتن فوزي لاججع نفسه الدائم للكابتن محمود الخطيب في المغرب علشان كل الصعاب وكل الأمور تسهل للنادي الأهلي كمان شوف الفيفا الاتحاد الدولي بيقول إيه؟ شوف صحف العالم والإعلام كله شوف النهاردة الجارديان وشوف ذا صن وكل الصحف العالمية واسم النادي الأهلي المصري يتصدر كل العنوين وكل الصحف العالمية هو ده الأهلي المصري اللي دايما بنفتخر به وعلى كل جماهير النادي الأهلي وكل مصري يفتخر بالنادي الأهلي اللي دايما زي ما يقول لحضراتكو افضل سفير للكرة المصرية. شوف الشياكة بتاعة البعثة. ما شاء الله. افضل زي للعب النادي الاهلي. وافضل يعني دايما التفاصيل مهمة. شوف مش في البطولة دي بس كمان. شوف البطولة السابقة اللي كانت في الامارات واللي قبلها اللي كانت في اه الدوحة. وشوف من اول انطلاق بطولة كاس العالم اللي عندها في اليابان في الفين وخمسة. شوف الشياكة وشوف البدل. البدل بالنسبة لفرق اخرى يعني بيحضروا بها افراح. لكن في النادي الاهلي بتحضر بها افراح وبتحضر بها مناسبات عالمية. شوف كمان التنظيم الاكثر من رائع في بحثة النادي الاهلي اللي بيترقسها الكابتل محمود الخطيب. شوف توزيع الادوار والمهام. شوف وشوف وشوف للصبح. الكصة مش مجرد انك نادي. لا الموضوع اكبر من كده بكتير. موسيقى موسيقى